أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها في لقائنا الماضي أشرنا إلى أهمية تلاوة القرآن الكريم وقراءته بشكل منتظم بحيث لا يخلو يوم من أيام الإنسان من أن يطالع كتاب الله تبارك وتعالى وينظر فيه حتى لا يأتي الرسول يوم القيامة ويقولوا يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا هذا القرآن الكريم حديث بين الإنسان وبين الله ده اسم كلام ربنا وإن أحد من المشيكين استجارك فأجروا حتى يسمع كلام الله وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه وقراءة القرآن الكريم تفوق في الفضل والمنزلة سائر الأذكار إذا كنا قد أمرنا بالتسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله مطلوب وكل هذا له فضل لكن يبقى أن حديث الإنسان مع الله من خلال القرآن الكريم يفوق سائر هذه الأذكار القعدة العمّة بتقول فاذكروني أذكركم ويقول الله تعالى أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه لكن مع القرآن الكريم الأمر بيرقى الله بنفسه يستمع إلى قراءتك وحديث النبي كده صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء أي ما استمع لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن وعندنا حديث كلنا حفظين إن العبد وهو يقرأ الفاتحة في الصلاة يقول الحمد لله رب العالمين فيقول الرب حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل إلى آخر الفاتحة وعليه فإن تلاوتنا للقرآن الكريم هي حديث هي مناجاة هي ذكر هي حضور في رحاب الله تبارك وتعالى وذكرنا لله في هذه التلاوة يذكرنا الله تعالى بها في الملأ الأعلى أفضل ممن يكونون في ملأ الدنيا ونحن من خلال هذا اللقاء البسيط ده عبرنا بعبارة نقلتها عن شير محمد راتي بن بولسي أطال الله عمره وأحسن عمله بيقول لك نتكلم مع الناس فلا يتغير شيء ونتكلم مع الله فيتغير كل شيء كلام جميل كلام رائع مهما تكلمت مع الناس أنت لن يتغير فيك شيء ولكن إلجأ إلى الله اقرأ القرآن ادعو الله سبحانه وتعالى سبح الله كبر الله استغفر الله صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجد الأمور تتغير تماما وبخاصة مع القرآن الكريم سيد النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لله أهلين من الناس قالوا من يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم خير هذه الأمة من تعلم القرآن وعلمه وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالمؤمن الذي يقرأ القرآن بأنه كالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب فإذا قرأت القرآن حلت البركات وانتشرت الفيوضات ووجدت نفسك مع الله إنسانا مختلفا لإن ده القرآن اللي ربنا أعلن في كتابي إنه مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وأهل العلم يقولون اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والرحمات وبعضهم يقول ما خالط القرآن الكريم حاجة إلا باركها ولا ضيقا إلا وسعا ولا شتاتا إلا لما ولا ظلمة إلا أنارها ولا شدة إلا وفرجها ولا كذا ولا كذا القرآن القرآن أعظم ما ترتبط به في هذه الحياة منهج الله سبحانه وتعالى الذي اختار الله لإنزاله أفضل ليالي ليلة القدر وأفضل الشهور شهر رمضان وأفضل الملائكة أمين الوحي جبريل عليه السلام وأفضل الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل اللغات اللغة العربية هذا القرآن الكريم تحل به البركات وتنتشر به الخيرات وتعم به الرحمات على كل من ارتبط به إمام الشفعي له كلمة في هذا المعنى يقول إذا أردت صلاح قلبك أو ولدك أو أخيك أو من تحب فأودعه في رياض القرآن فإن الله تبارك وتعالى سيصلحه شاء أب أبا ولذلك يقول لك من اشتغل بالقرآن فالقرآن الكريم يربيه من حيث لا يشعر اللي يشتغل بالقرآن ربنا بيربيه من حيث لا يشعر فتجده أهدأ النفس أهدأ الناس نفسا وأشرح الناس صدرا وأكثر الناس ذكرا وتجد لديه رقيا في أخلاقه وأدبا في تعاملاته وما إلى ذلك مما يطفيه عليه القرآن الكريم فضلا عما يلبسه الله تبارك وتعالى له من بهاء وجلال وجمال ويعني حسن بسبب هذا القرآن الكريم وفي بعض كلمات سأله في الصالح يقول لك إن الله تبارك وتعالى يبارك بسبب الرجل الصالح في أهله وبيته والدويرات التي من حوله فباركت القرآن في نفسك وفي بيتك وفي من حولك حتى تعم سائر الدويرات والقرآن الكريم لا ينفعك فقط في هذه الدنيا بما يترتب عليه من خيرات وبركات إنما ساعة الموت يقول لك يأتي ملكان فيجلس أحدهما قريبا من الآخر عند احتضار الشخص ويقول له شم رأسا فيقول أجد في رأسي القرآن فيقول له شم جوفا فيقول أجد في جوفيه الصيام فيقول له شم قدميه فيقول أجد في قدميه القيام فيقول الملك لصاحبه هذا عبد حفظ الله فحفظه الله وفي القبر المؤنس لوحدتك النور لظلمتك التوسعة لضيقك هو القرآن الكريم وكلنا حفظين كلام النبي عليه الصلاة والسلام في شأن سورة الملك ثلاثون آية شفعت لصاحبه حتى أن جاته من عذاب القبر وتسمى بالمنجية وتسمى بالواقية فإذا فهزر شأن سورة واحدة فكيف بمن يشغل نفسه بالقرآن كله وفي يوم القيامة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والإنسان بيبعث يقول في معنى الحديث إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره فيلقاه كالرجل الشاحب متغير اللون ومعفر فيقول له القرآن أو ما تعرفني فيقول لا فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أسهرت ليلك وأضمأت نهارك وإن كل تاجر من وراء تجارته وأنت اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمين والخلد بشمال ويوضع على رأسه تاج الوقار أو كما قال صلى الله عليه وسلم ويشفعه الله تبارك وتعالى في الناس وعلى رأس هؤلاء والداء ففي الحديث من حفظ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فإذا دخل أهل القرآن الجنة فإن عدد درج الجنة على عدد آي القرآن فمن كان من أهل القرآن استولى على أقصى الدرج ويقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها الخلاصة الكلمة التي بدأنا بها الكلام مع الناس ما بيغيرش حاجة بل بالعكس ده ممكن يبقى سبيل لتحمل أوزار غيبة ونميمة وكذب وكذا وكذا لكن اخل بينك وبين الله قم بين يدي ربك وناجي ربك وتقرب إليه وتضرع الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم وبعدين ثم تلئين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ارتغيره حصله إنك انت مع الناس ما فيش جديد لكنك مع الله ستجد كل شيء جديدا ستجد كل شيء جديدا وستجد كل خير يأتي إليك إذا أنت شغلت نفسك بالله تبارك وتعالى فوصيتي أن نعطي للقرآن الكريم اهتمامنا وأن نشغل أنفسنا بتلاوته وحفظه والعمل به وتدبر آياته حتى تتحول حياتنا مع هذا القرآن الكريم إلى قصة خالص زي ما ربنا عمل مع العرب العرب كانوا زي ما حضرتكم عارفين كانوا أجلافا وكانوا غلاظ القلوب ولم يكن لهم لا حضارات ولا مدنية ولا ما فيش أكتر من الأسواق اللي كانوا يتبارون فيها باللغة والشعل والكلام ده كله فلما نزل القرآن وصار من أجل لهم في حياتهم تغير كل شيء في حياتهم فصاروا سادة بعد أن كانوا عبيدا وصاروا قادة أمم بعد أن كانوا رعاة غنم ووقف أحدهم في مجلس رستم قائد الفرس وهو ربعي بن عامر صحابي يقول إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ما كان للعرب ولا لغيرهم أن يتحول وفترة قصيرة جدا 20-30-40 سنة الدنيا كلها تغيرت والسبب لذلك هو القرآن الله يقول كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن أهله وخاصته وأن يتقبلنا وإياكم في الصالحين وأن يجعل أبناءنا ونساءنا وجيراننا وأرحمنا وأصدقاءنا وكل أحبابنا من أهل القرآن حتى نلقى الله تعالى وهو عنا راض وصال اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله عنا خير